منذ أيام تشهد مناطق ولاية عامة أمطاراً متفاوتة الغزارة كان أقواها ببلدية عين الصفراء ما سبب في سيول جارفة غمرت جل شوارع المدينة الحيط نتعلوها زاد طاح يعني زاد دخل بقوة الحمد لله دخل لنا الديار كما ركوا تشوفها هي الضار الخال هنا كانت العائلة هنا والحمد لله يعني رب يستر مع طلعوا الفوق الاسطح رب يستر قاعد الكارتيتا عنا تقريباً تضرر ونحن تقريباً أكبر المتضررين ونحن طاحل حيط على الدار طاحل الضالة مية الحمد لله تخلي الماء وتخلي على الماتيريال ونحن نضجعنا في الماتيريال وقاعد كات ماشينة كرام ولكونجيلاتير وليبرزنتوار وكليماتيزير ولتفادي وقوع أي خسائر مادية وبشرية سخرت السلطات المحلية مختلفة الوسائل والإمكانات لفتح الشوارع والطرقات داخل وخارج المدينة فتح الطرقات على الأحياء التي كانت معزولة خاصة أن الخسائر كانت جد معتبرة خاصة في البناء التحتية والحمد لله الآن تقريباً تمكننا بش نفتحه جميع الطرقات والآن نرى الحركة جيدة خلال تقلبة الجوية الأخيرة تدخلت مصالح حماية المدنية لعشرات التدخلات بينهم 32 عملية إنقاذ 20 على مستوى بلدية عين صفرة وكذلك 10 على مستوى بلدية مقرار و2 على مستوى بلدية جنيم بورز في ظل التقلبات الجوية والتساقطات المطرية في هذه الفترة وجب على الجميع توخي الحيطة والحذر ترجمة نانسي قنقر